أنا شاكر على السؤال الجميل بس قبل ما استرسل في الرد عليه بالضرورة أنه أرجع شوية لأنه من خلال حديث أستاذ الهادي شايف أنه في تحميل كثير على الإعلام السوداني الإعلام السوداني ما الإعلام المغيب ويستنب على إرث تاريخي كبير جدا خليني أمسك من أول إصدارة صحفية في 1903 اللي هي كان اسمها السودان في الوقت صحيفة السودان صحيفة السودان جاء بعدها اللي هي الرائد وبعد الرائد جاء حضارة السودان اللي هي بعد ذات في 1930 صدرت صحيفة النيل باعتبارها هي الإصدارة الصحفية الراتبة يومية هي ما كانت سياسية ودبدل على حاجة على أنه يعني الإعلام السوداني بيستند على إرث لأكتر من 100 سنة حتى الآن فده بالضرورة يعني نحن عشان نكون من ناحية فير من حمل الإعلام السوداني مسألة التشويه اللي قاعد يحصل الحكومات المتعاقبة الأنظمة الشمولية جميعة هي دقة إسفين كبير جدا في ناحية الإعلام السوداني في إشراقات قاعدة تحصل بيكون جزاء كلنا عارفين الفصل الطرد النفي وما إلى ذلك تعسوا أيوة الحياة الكثيرة لكن يعني فخر وفخار الإعلام السوداني على مدى التاريخ دي حاجة مفترض نحن نتفق عليها ونثبتها في حديثنا ترجمة نانسي قنقر